موسيقى السلام عليكم الأوضاع السياسية في هذه الأيام ربما متداخلة هناك جهات على الساحة في الشارع العراقي تنسحب من التظاهرات وتدخل أخرى أو تحاول أن تدخل مع المتظاهرين يكون هناك استدامة بين المتظاهرين وتلك الأطراف بالتالي يأمر من هو يعتلي هذه المسؤولية بسحب تلك الجهة والقصد هو معروف ولكن في الحقيقة اللي صار بعد ما انسحبوا رح ينزلون مرة ثانية ينخرطون مع المتظاهرين بعد الانسحاب وبعد الطلب في الانسحاب أو إعلان انسحابهم من ساحات التظاهر واجهت القوات الأمنية مرة أخرى المتظاهرين بشكل عنفي كبير خلال اليومين اللي مروا في ساحة الحبوبي وفي بغداد ومناطق مختلفة في النجف وكربلاء نوعا ما شاب هذه التظاهرات أو ساحات الاعتصام عمليات أو محاولات لفض هذه الاعتصامات مستخدمة القوة شاهدنا خلال هذه اليومين عمليات دخول لقوات أمنية لقوات حفظ النظام أو قوات ما يسمى حفظ القانون فرض القانون أو قوات ما يسمى بمكافحة الشغل هذه القوات استخدمت نوعا ما اسلوب الذي كان سابقا موجود بتعاملها مع المعتصمين وقيل بأن هناك حديث جرى خلال الليلتين الماضيتين مع جهة سياسية قيل بأنها طلبت باجتماع فوري لجميع القيادات العسكرية والاستخباراتية وطلبوا منهم بشكل سريع بضرورة انهاء هذه الفوضى حسب ما اسموها زعل من من زعل بخلال هذا الاجتماع وطلعوا وسدوا الباب وتركوهم يجتمعون واللي صار وراء هذا الاجتماع صار اللي صار هذه المعلومات اللي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها بشكل أو بآخر هذا جانب الأول اللي صار نأتي إلى الجانب الآخر اللي هي الحكومة واللي هي محور حلقتنا بهذا اليوم هناك أقطاب سياسية رئيسية بالعملية السياسية سنية شيعية كردية الشيعة عرفنا شين يردون وكيف دا يتعاملون مع المرحلة الحالية السنة أيضا ربما قد يكون هناك من يريد أن ينتمي مع هذه الحكومة أو يندرج ويندمج مع حكومة محمد توفيق علاوي ومنهم من قال لا ربما من صروا يهم يجي الموقف الكردي اللي كلهم راحوا إلهم واللي من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء المكلف قليم كردستان حتى يتفاوط مع الجانب الكردي من أجل إتمام عملية تشكيل الحكومة شون اللي صار اللي صار بأنه الرجل محمد توفيق علاوي أو بعض القريبين منه قالوا بأن الطرف الكردي يريد أو يصر على بقاء حصصة داخل تشكيلة الحكومة والسبب لأنهم يريدون تكون هذه الحكومة أيضا حكومة شراكة وطنية وليست حكومة محاصصة سياسية أو ما شبه ذلك هذا الموضوع أثار حفيظة طرف آخر نزلنا إلى الشارع ونزلنا إلى الطرف الشيعي اللي قال مو من حق أي شخصية أو من حق أي جهة سياسية أن تتحكم بما يريد أن يشكل الحكومة لأنه إحنا حددنا إذا يجي محمد توفيق علاوي بكتل سياسية أو يأخذ مرشحي من الكتل السياسية ذلك الوقت سنرفض هذه الكابينة ونرجع من جديد إلى اختيار شخصية أخرى في المقابل قد يحاول قد يحاول أن يتناغم أو تتناغم بعض الكتل السياسية وتدغدق العملية السياسية من خلال دفع بأسماء لعلاوي ويقولوا له ذون الناس اختاره هذا تقريباً الذي يصير في الوقت الحالي على رغم أنه خلال يومين ربما سيعلن علاوي حكومته إذا ما استطاع أن يكمل تشكيلة الحكومة هذه الملفات سأناقشها مع ضيفي هنا في الستوديو السيد علي الفيلي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أهلاً وسهلاً بك أهلاً ومرحباً أستاذ مرحباً إياكم الله الله يحييك بداية رح رح نشوف هذا التقرير إن شاء الله إذا المشاهدين يبقوا معنا بعد هذا التقرير سنبدأ حوار حلقة هذا الأسبوع أكدت أطرافاً بأن كتلاً سياسية أبلغت علاوي بتمسكهم بوزرائهم الحاليين ويرفضون تغييرهم فيما ذهب آخرون إلى أن بعض الكتل قدمت قائمة أسماء مرشحيهم رفضين أي أسماء من خارج قائمتهم المصادر أشارت إلى أن بعض الشخصيات أوصلوا رسائل غير مباشرة لعلاوي يهددونه بإفشال تشكيل حكومته عبر عدم التصويت عليها في البرلمان إن لم ينفذ مطالبهما قوى أخرى أعربت عن تخوفها من مؤامرة تحاك بالسر لإفشال تكليف علاوي ليمنح بذلك الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بتكليف رئيس وزراء جديد يختاره هو بنفسه قوى أخرى تعتقد أن توجهات تلك الأطراف يعني عودة الجميع إلى مربع حكومة الأحزاب التي يرفضها المتظاهرون مؤكدين أن حكومة علاوي ستكون مؤقتة ومهمتها محددة بإعادة فرض هيبة الدولة والوصول لانتخابات مبكرة ومن الواضح أن القضية تحولت إلى صراع إيرادات ومشاريع سياسية وأجندات داخلية وخارجية وأن الرهانة على الفوضى ما زال قائما بقوة لعادة خلق الأوراق سيد علي رحب بك مرة ثانية شنو تعليقك على اللي شفته بسم الله الرحمن الرحيم وبهن استعين تحية إليك أستاذ ناصر وشكرا على هذه الاستضافة في قناة سام الراء الموقرة شكرا جزيلا اسم سام الراء له يعني وقع خاص في نفوس جميع العراقيين شكرا جزيلا على جميع اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم بالحقيقة هذا التقرير اللي ظهر حاليا يمثل الواقع المأساوي اللي عيش العراق والعملية السياسية بشكل خاص القوم في الخفاء ليس القوم في العلن يعني كما يقال الجميع يظهر بتصريحات وبمساندة السيد محمد توفيق العلاوي ولكن الكل كله أجندته الخاصة ويحاول تنفيذ هذه الأجندة الذي بعيدة جدا عن مصلحة عامة للمواطن ومصلحة البلد بشكل عام مع الأسف الشديد والمشهد يعيد نفسه كما حدث مع السيد عادل عبد المهدي عندما تنازلت الكتل السياسية في العلن عن استحقاقها الانتخابي وتسمية الكتلة الأكبر بعد أن فشلت في تسمية الكتلة الأكبر والمرشح المفترض يكون من الكتلة الأكبر فجاءوا بسيد عادل عبد المهدي كمرشح توافقي واعلنوا إطلاق يديه بتشكيل حكومته ولكن مارسوا ضغطا رهيبا على السيد عادل عبد المهدي وهم من كانوا سببا في فشل هذه الحكومة وتقديم استقالته مجبرا وليس فقط الشارع قسم من أطراف العملية السياسية ساهموا بتعجيج الشارع لأن هذه المشاكل الخدمية هي ليس وليدة اليوم هي موجودة منذ بعض السقوط النظام واستلام هذه الطبقة السياسية الغير مؤهلة لقيادة العراق مع الأسف الشديد فلهذا ما يحدث مع محمد توفيق العلاوي هو السيناريو يعيد نفسه ونرى هذه التصريحات البعض يحاول منذ الآن أن يصطاد في الماء الحكر يحملون الكرد والمكون السني بأنه يطالبون باستحقاقاتهم وبشكل رسمي لم يجلس السيد محمد توفيق العلاوي لا مع الكرد ولا مع المكون السني فمن أين أتوا بهذه المعلومات هم الذين متمسكون بحصصهم وبمحاصصتهم ولكن لا يريدون أن يعلن ذلك علنا ويردون أن يحملوا الآخرين سبب فشل السيد محمد توفيق العلاوي لا سامح الله في تشكيل حكومته وأنا تمنيات شيء والواقع شيء آخر أنا أتمنى أن ينجح في تشكيل هذه الحكومة وأن يخرج البلد من هذه الأزمة الخانقة ومن عنق الزجاجة ولكن أنا أشك باستطاعته بتشكيل الحكومة بهذه الفترة المتبقية لأنه الإرادات غير موجودة يعني هناك إرادة من من يعني من الجانب الشيعي الكردي السني مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد وأنا يعني أترفع عن هذه التسميات لكن هذا هو واقع موجود هذا تقسيم سياسي تقسيم سياسي نعم نعم يعني ممثلين الطائفة الشيعية الكريمة في العملية السياسية هم من يتحملون السبب الأول والأخير ما يحدث للعراق لأنه هم الأكثرية في الحكومة يعني ما من غير معقول حكومة تألف من 25 وزارة المكون الكردي يمتلك ثلاث أربع وزارات تحميل المكون الكردي تبعات كل هذا الفشل مو هي شراكة؟ هي شراكة صحيح يجب أن تكون شراكة في القرار طيب لكن الواقع الأكثرية في داخل قبة البرلمان وفي مجلس الوزراء هم من الأخوة الشيعة يعني هم من يمثلون الثقل الأساسي في إدارة البلد فأي فشل يجب يعني كنسبة نحن نتحمل ولدينا من الشجاعة بمكان أن نعترف به نحن جميعا فشلنا في إدارة الدولة هذا واقع ولا يمكن التهرب من هذا الواقع يعني كل الأطراف كل الأطراف تتحمل فشل إدارة الدولة من أين ناحية تحملون؟ من أين ناحية؟ من سوء اختيار وزراء لو بسوء تصرف وإدارة بعض الأمور والمشاريع لا لا هو الاثنين معا الاثنين معا سوء اختيار الوزراء وأيضا سوء الإدارة والأشخاص غير مؤهلين وغير كفؤين لاستلام هذه المناصب نرى بأنه كل هذه المبالغ الطائلة والثروات الطائلة أهدرت بشكل غير محقول والبلد يتراجع يوم بعد يوم من جميع المناحي يعني الخدمية والعمرانية يعني هذا لا يصدق المبالغ التي صرفت في العراق تشتري بها مدن كاملة في أوروبا بالفعل يعني وليس في الشرق الأوسط فلهذا يجب على أطراف العملية السياسية أن يعترفوا كخطوة أولى باتجاه الصحيح أن يعترفوا بأخطائهم طيب اعترفوا بالأخطائهم وقالوا احنا فشلنا بس احنا نرجع على نقطة أساسية اليوم الكرد كمعادلة رئيسية بالعملية السياسية في العراق ما ممكن اليوم تتشكل الحكومة إذا ما يندق باب الكرد صح لو مصاب طيب نفس الحالة بالنسبة للسنة طيب هنا يقولون الشيعة تريد توصل إلى حالة توافقية مع الأطراف المشاركة في العملية السياسية لكن ننصدم بأن الطرف المقابل اللي احنا نريد يكون شريكويانا يوضع شروط ويقول له هل الشروط لو ما أصيروا إياكم هذه تهمة باطلة لماذا؟ هناك مثال قريب جدا قرارين بالبرلمان العراقي صدر بدون توافق وبدون تواجد مشاركة المكونين الكردي والسني وهم أخراج القوات الأمريكية واحدة وأيضا قانون الانتخابات لماذا ككرد ما قابلنا لا كان هناك اعترابات ومآخذ على هذا القانون ولم يتحاوروا أيضا مع شركائهم ذهبوا إلى مسألة الأكثرية وسنوا سنة سيئة يعني الحقيقة من يسن سنة سيئة عليه وزراء ووزره من يلتزم بهذه السنة فهذه العراق من بعد السقوط هو بلد التوافق والتوازن والشراكة الحقيقية ولكن في الواقع رأينا يعني بقرارات مصيرية الجميع مع خروج القوات الأجنبية ولكن من حيث الشكل ولكن من حيث المضمون يجب بأقل الأضرار نخرج هذه القوات يعني القوات الأجنبية أنا صريح بطبعي أمريكا هي ليس منظمة خيرية هي جاءت وأسقطت النظام السابق واستثمرت بالعراق وجاءت بهذه الطبقة السياسية من الطرقات في الحقيقة وسلمتهم حكم العراق على طبق من ذهب لكن بعدهم تاريخ نضالي لا قبول جميعهم أنا أعرف بتاريخ جميعهم أنا أقصد الشخصيات الكبار يعني هما أكو ناس عندها نظار قسم من عدهم صحيح وقسم كبير من عدهمهم ودخلها على العملية السياسية فجاءت بهم واستثمرت هذا الاستثمار الضخم يعني من أجل سواد عيون من هي لديها أجندة خاصة ومصالح جمهورية إيران الإسلامية أيضا هي احتضنت جميع المعارضة قوى المعارضة العراقية على اختلاف مشاربها بمن فيهم الكرد؟ الكرد ومن اليسار من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين عد السنة طبعا قسم من السنة أيضا يعني لكن بالأخير هي أيضا لديها مصالحة نحن كعراقين أين من هذا التوازن ونستطيع أن نخرج البلد من هذه الأزمة وأن نحافظ على استقلالية البلد بقدر الإمكان بحيث نوازن بين العلاقة بين الجارة إيران والولايات المتحدة الأمريكية مطالبة خروج الولايات المتحدة الأمريكية حاليا قرار صدر من البرلمان منقوصا يعني قرار فقط مكون واحد صوت على البرلمان هذا منقوصا يعني ما راح يكون ملزم لبقية الأطراف أن تعمل وصله لا لأنه أنت ما أنا شريكك بالوطن وما أخذت رأيه بس تم تصويت البرلمان حتى التصويت مشكوك في مصداقيته لأن هناك أخبار من داخل القبة البرلمان بأن التصويت لم يحصل النصاب فلهذا نحن أمام خيارين حاليا أما أن تذهب إلى المواجهة مع ولاية المتحدة الأمريكية وأنا أسئلك أنت كمراقب وكصحفي يعني نحن مستعدين لهذه المواجهة طبعا لا هذا يكون ثمن باهظ جدا أما التراجع عن القرار وهذا يكون معيب جدا أيضا فيجب من تتخذ قرار تدرس تبعات هذا القرار ومن ثم تتخذ القرار ليس فقط لذر الرماد في العيون وعرض العضلات لأن العراق وصل إلى ما وصل إليه بسبب هذه السياسة الهوجاء بالحقيقة حتى في زمن النظام السابق هل مواجهات والتوترات مع الدول الجوار ومع الدول الأخرى السياسة ليس هكذا السياسة هو الفن الممكن أنت تستطيع كيف تحصل على ما تريد عليه بأقل الأضرار عندما تكون الأضرار على البلد وعلى المواطن وعلى الثروات وعلى يعني ماذا صنعنا اليوم ترامب يقول نحن لا ننسحب من العراق إلا أن يعطونا تعويض 2 تريليون دولار يعني هذا تصريح رسمي يعني بالفعل عراق إلا إمكانية أن يدفع 2 تريليون بالتأكيد لا هو بنى قواعد وكذا يقول لك أنا حتى لو صرف مليون يقول لك خلي لك 10 مليون كيف كيف ما تستطيع فلهذا هذه القرارات متسرعة مع الأسف الشديد ويتحمل من يقف خلف اتخاذ هذه القرارات المسؤولية زين ربما أكو جانب آخر خلي نكون صريحين يمكن إيران جاءت قلت لهم يا با امشوا بهذه الخطوة وأنا أساعدكم شنو نوع الحجم المساعدة اللي تقدر تقدمه مثلا إيران واللي احنا معروف بالعراق قطبين للصراع الخارجي إيراني وأمريكي لا هاي تريد تنطي تخلي مكانها وتطلع عن العراق حتى لا تستثمر إيران وإيران أيضا عدها مكانتها ووجودها الإقليمي وجيرتها مع العراق والتقارب الديني بينها وبين العراق يدفعها للحفاظ على مصالحها والدرأ ودفع الجانب الأمريكي شنو الطريقة اللي نقدر احنا نخرج من هذه الأزمة وتقريبا يعني حتى شنو نسوف الموضوع ونطمطم ونذب على الراف مثل ما يقولون لو نبقى نتكلم به لأنه رجعت مرة ثانية هذه الأمور خاصة أن هناك مساعدات أمريكية هناك إشارة مماطلة قد تكون راح نشوفها بعد قليل بالتقرير بالحقيقة أستاذ ناصر يعني أنا هنا هناك مصطلحات ظهرت حاليا بأنه ذيل هذا ما أتباع إيران وجوكر لأتباع الولايات المتحدة الأمريكية وبالحقيقة هؤلاء لا يمثلون إلا قلة من أبناء شعب العراق الغيارة زين أين الأكثرية الصامتة يعني يجب أن تكون أما ذيلا أما جوكرا لا الأكثرية الصامتة العراقيين الأصلاء هم لا ذيل مع إيران ولا جوكر للولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تعود هذه الأكثرية وأن تلعب دورها كي تنقل بلد من كبارث أكبر قادمة نحن بحاجة إلى أن نمسك العصى من الوسط وأن نوازن بين علاقاتنا مع إيران لأنها كجارة وموجودة واللديها أيضا مصالح أيضا تركيا موجودة كذلك لماذا هذا الزخم الإعلامي تركيا أيضا موجودة الدول الجوار جميعا لديها مصالح لأن استقرار العراق وعدم استقرار خلينا نقطع كلامك ناسا إذا تسمح لي وجود الأتراك في حدود مع العراق لهم ربما قد يكون لهم عدو أو ند الوجود الكردي اليوم وربما ما يسمح للأتراك بالتحرك بهذا الشكل مصحيح ما ينطيهم متساع ما يفتح لهم المجال حيث يطبون ويطلعون موجودين بالموصل بس ما يقدرون يتواجدون بأربيل وليقدرون يتواجدون بالسليمانية هذا شكل هذا رأيي الشارع صحيح هذا كلام صحيح ايه هذا صحيح احنا قلت لك يعني ليس مدحن بحكومة قليم كردستان لكن حكومة قليم كردستان حاولت يعني منذ البداية بأن تنأى بنفسها عن كل هذه المشاكل التي تجرب المنطقة وتتقف على مسافة واحدة منها الجميع لأنه نحن لدينا مصالحنا هو مصلحة المواطن الكردي ورغم كل هذه الفوضى في المنطقة نرى قليم كردستان يتمتع بالأمن والأمان نسبة أكثر منه هذه نتيجة سياسة واقعية وسياسة حكيمة تنتجها نحن لدينا أيضا مشاكل في الداخل يعني هذا واقع لكن هذه المشاكل عندما نعود إلى الأهداف الرئيسية نتناسى هذه المشاكل يعني مثل مثال بسيط هناك معارضة هناك اختلاف الرؤى في إدارة شؤون الأقليم لكن عندما نذهب إلى بغداد ممثلين الكرد في مجلس النواب العراقي رأيهم موحد على اختلاف بس أكو هاي اليومين اللي فاتت تصريحات لبعض النواب من الكتل الكردية دايحشون على الديمقراطي يقولون أنتوا لا تحشون باسم الكرد أنتوا أقول لكم مكانتكم خذلنا مكان شنو ردك يعني أنا أعرفهم بالأسماء هذولا أنا أعرفهم بالأسماء هذولا كأشخاص لا يمثلون جهات سياسية لا 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 اسمح لي لأن تريليش هذولا أشخاص أنت لا تراجع تاريخهم هي نفس المواقف وأكثرهم من حركة التغيير اسمح لي لا لا هي كردية بس أنا أجيب لك بأنها هي مواقف شخصية ولا تمثل مواقف الحزاب السياسية لأن هؤلاء الأخوة الأعزاء المحترمين بالنسبة لنا وهم أبناء شعبنا مواقفهم هي نفس المواقف قبل أن يتم التقارب بين حركة التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني ومشاركة حركة التغيير في الحكومة الحالية بشكل فعال يعني حركة التغيير حاليا يتسلمون مناصب جدا مهمة في حكومة أقليم كردستان نائب رئيس الأقليم ووزير المالية ووزراء آخرين ووزير الإعمار ووزير الشؤون الاجتماعية يعني هذا يشاركون بشكل فهؤلاء الأخوة لديهم هذه آراءهم الخاصة وهم كانوا أيضا ضد التقارب اللي حصل بين حركة التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني واعلنوا مراره هم ممحصلين شيء تقصد؟ لا هم ممثلة ما محصلين شيء يعني هناك شيء نفسي اتجاه الحزب الديمقراطي الكردستاني لا 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 هذا واقع وإلا أنت إذا تنتمي إلى جهة سياسية وعندك موقف اتجاه الجهة السياسية الأخرى لنقاط معينة والحزب اللي تنتمي إليه أو جهة سياسية يصل إلى قناعة ويصل إلى اتفاق أنت تبقى على موقفك يعني ماذا يعني هذا؟ هذا واضح فلهذا لا نستطيع أن يعني نعتمد على رأي هؤلاء بينهم يمثلون هم صح ممثلين للكرد ولكن حتى أحزاب هم أعننت بين هؤلاء آراءهم الشخصية والحزب لا يتحمل وزر آراءهم يعني أيضا حركة التغيير وبعضهم مثلا الجماعة الإسلامية كانت أيضا لهم لكن يوم أمس أنا رأيت من شاشة تلفزيون روداو مسؤول رئيس الكتلة الجماعة الإسلامية في المجلس النواب العراقي الشيخ سليم شوشكي كان موقف جدا رائع ومتناغم جدا مع ما وصلنا إليه لأن الجميع حس وشعر بخطورة الموقف إذا لم نكن موحدين هذه الموجة العارمة سوف تجرفنا جميعا خليني أرجع إلى محورنا الأساسي كالتحالف ديمقراطي ربما بعض الأطراف يعني بينت موقفهم من تشكيل حكومة أو تكليف على وخليني أسألك على هذا التكليف أنتم ككرد ما لكم علاقة أي شخص يجي من الطرف الآخر يكون يتقلد أو يتكلف بهذه الحكومة ما لكم علاقة به لكم بنود وشروط شنو هي هذه الشروط حتى توافقون عليها لأن أنتم أشرتوا ككرد قالوا إحنا ما ممكن حشوا عليها سخلالها اليومين اللي طلعت تعرفها سيد علي إذا وزراءنا واحد يدننا يمهم إحنا ما نقبل بعض الالتفاقات بين أربيل اللي أبرمت مع عبد المهدي ما تتغير أكو غير هذه البنود لا لا أكو غيرها لو أكو لا لا هو أكو شرحي بالنسبة له يا خلني نعرف أستاذ ناصر بنسبة لحد الآن يعني كم توضيح موقف رسمي من رئاسة الأقليم وحكومة أقليم كردستان تجاه التكليف لا تجاه التكليف وتجاه الشروط الكردية بس نسمع يعني لا ده نسمع آراء وإجتهادات أنا بصراحة شو رح نفعل لا لا أسمح لي لا أنا أقول لك بصراحة تري ليش يعني حتى الأخوة أنا هذا الرسالة للأخوة يجب أن لا يعطوا مبرر بيد الآخر هناك يعني هناك بالخفاء تدار عملية لإفشال السيد محمد توفيق العلاوي ورمي محاولة رمي الأسباب والتهم على الأطراف الأخرى فلهذا أنا أطلب من الأخوة ممثلين الكرد ومن يصرحون في وسائل الإعلام يكونون دقيقين في كلامهم ولا يخرجون بإجتهادات شخصية لأنه القرار الأول والأخير والنهائي يجب أن يصدر من حكومة تقليم كردستان ومن رئاسة الأقليم لحد الآن لم يصدر نأتي أنا هنا توضيح تكليف رئيس الوزراء للعراق هو من استحقاق المكون الشيئ الكريم ونحن كرد لا نتدخل لا من بعيد ولا من قريب بهذه التسمية يعني أنتم أيدي هذا أي شخصية بشكل عام وهذا ما نقل أيضا أعضاء ممثلي الكرد في البرلم نأتي إلى مسألة الاستحقاقات مسألة الاستحقاقات إذا المكونات الأخرى جاء الدهير في تخلي عن استحقاقات الانتخابية ليس فقط في العلن ومن خلال وسائل الإعلام يتخلون عن استحقاقات الانتخابية وفي الخفاء يمارسون الضغوط الرهيبة على التوفيق العلاوي لتمرير أسماء هذه ليس حقيقة نحن الكرد صريحين ما نريد أن نقوله إذا الجميع يتخلى عن استحقاقات الانتخابية نحن أيضا كمكون لإخراج البلد من هذا المأزق نساهم في إنجاح مهمة سيد محمد ولكن إذا الآخرين يمارسون الدجل والنفاق السياسي والرياء والنفاق السياسي في العلن يقولون هكذا وفي الخفاء يمارسون كل هذه الضغوط عليه لتمرير أسماء معينة نحن لا نحن بصراحة نقول متمسكون ولا نمارس الرياء وفي الخفاء شيء وفي العلن شيء آخر نأتي إلى الموضوع الآخر نحن المشكلة الكردية في العراقية مشكلة مزمنة مشكلة توارثة الأجيال والحكومات السابقة مشكلة معقدة موجودة يجب أن تحل العراق من من يعود إلى التأريخ ومن يقرأ التأريخ بشكل جيد كل المشاكل التي جرت على العراق منذ يوم الأول ليومنا هذا حتى في زمن النظام السابق هي بسبب عدم إنصاف وحل المشكلة الكردية بشكل عادل أنا سأسردك كي نفيد المشاهد المادة 140 ليس فقط المادة 140 نظام السابق اتفق مع شاه إيران في 75 في اتفاقية الجزائر المشؤومة لإفشال الثورة والحركة الكردية مقابل تنازل عن أراضي وخد دائلوك في شط العرب للجانب الإيراني صحيح لفترة معينة وجيزة استطاع إخماد الثورة الكردية لكن الثورة الكردية عادت بعد أشهر أو بعد سنة بشكل أقوى وبأحزاب مختلفة فرأي النظام السابق منه هذا الاتفاق وهذا التنازل عن الأراضي العراقية والمياه الإقليبية العراقية لم يفيد بشيء فهجم على إيران وأقام حرب إيران والعراق وكل هذه الموارد البشرية والمالية في سبيل استرجاع ما تنازل عنه في سبيل إفشال الحركة الكردية بعد ثمان سنين من حرب عراق وإيران هذه الحرب المدمرة العراق خرج مديونا من الحرب ودول الخليجة التي ساهمت في تمويل العراق طالبت بمواردها فهجم على الكويت في سبيل يعني هذا بشكل عام يعني ما أعرف أنا مدى ربما أنت أكبر مني سنة وأكثر طلاعا مني ومن عمري فقد تكون هذه هي الروايات الصحية رواية الأخرى تقول لا بالعكس لا يعني أكون رواية مختلفة لا لا هذا واقع فاليوم أيضا بدون حل عاد للقضية الكردية العراق هذا متهديد هذا واقع طيب العراق لا يرى استقرارا يجب أن تحل القضية الكردية والمواد الدستورية الموجودة ليس خارجا للدستور نحن عندما اتفقنا مع سيد عادل عبد المهدي حسب الدستور وقطعنا سيد عادل عبد المهدي قطع شوط كبير في معالجة هذه المشاكل اللجان الفنية كانت تجتمع ليلا ونهارا في أربيل وبغداد بعيدة عن أعين وسائل الإعلام كي تبلر الأفكار ومن ثم يتخذ القرار السياسي أن يهدي سيد محمد توفيق العلاوي ويهدم كل ما بنى سيد عادل عبد المهدي ويبدأ من نقطة الصفر وأن نعود إلى المربع الأول هذا لا لا مضيعة للوقت مضيعة للوقت يعني أنتم اليوم عفوا أنتم اليوم تشوفون عبد المهدي أفضل شخصية قدمت اتفاقات للكرد لا شخصية واقعية ومحمد توفيق العلاوي من يراجع أرشيف خلفية محمد توفيق العلاوي هو نفس التوجه يعني أنتم معكم مشكلة ما عندنا مشكلة لكن الضغوط التي تمارس عليه يعني السيد عادل عبد المهدي هو لم يعطي للكرد حتى حقهم وأنا أقول هنا بصراحة ومستعد وأتحدى أن أناقش بالأرقام الدقيقة كل من يواجهني يعني دائما نسمع في وسائل الإعلام بأنه الكرد يأخذون أكثر من حقهم بالموازنة والحقيقة غير هذه هذا فقط للضغط على سيد عادل عبد المهدي وتأجيج الشارع تجاه الكرد واتجاه من يحاول التقارب مع الكرد بمحاسبة بسيطة ميزانية 2019 كان مية وخمسة وتلاثين تريليون إضافة إلى تريليون واحد الحالات الطارئة مية وستة وتلاثين تريليون بحسبة بسيطة 12.67% اللي قرر برلمان والكرد لم يرتضوا به يعني 17 تريليون وستمية وثمانين مليار حصة الكرد كل ما تسلمه الحكومة عادل عبد المهدي الحكومة الاتحادية إلى أقليم كردستان لحد الآن هي فقط رواتب الموظفين الأقليم ستة تريليون وميتين وثمانين مليار أي ما زال لحكومة تقليم كردستان حوالي 11 تريليون مال 2019 لا 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 لكل ميزانية زين إذا احتسبنا ثمن النفط الذي كقميص عثمان يستعمله ضد الكرد ليلا ونهارا يعني في سعر النفط اليومي منقصا منه تكلفة الاستخراج وخمسة دولار لبيترو دولار كأسوة بالمحافظات المنتجة للنفط اللي مدى تحصلها بمدى تحصلها يعني حوالي خمسة تريليون زين إضافة إلى ستة تريليون سلمة يعني دعش تريليون لما زال للإقليم خمسة ستة تريليون في ذمة الحكومة الاتحادية والجميع يعرف ذلك ولماذا لا يخرج السيد عدل عبد المهدي ويقول لا الكرد فلهذا مع الأسف الشديد نحن لا نتق الله في ما نقول ولا نتق الله في شعبنا ولا نتق الله في العراق ولا نريد الاستقرام العراق نحاول إيهام الناس بمعلومات غير صحيحة يعني مسألة سيد علي أنت قريب مدام أنت أخذت هذا الحوار مسألة النفط اللي موجود في الإقليم اللي يقولون ماذا يوصل شيء لبغداد نعم نعم هي مشكلة حساسة لو هاي مشكلة يعني يقول إيجا قد تصدرون تستقطعوا صحيح هاي هو أستاذ ناصر هو في العرف العالمي يعني في دول أوروبي أنا عايش فترة في أوروبا المحافظات لا تسلم مبالغ وارداتها إلى المركز ومن ثم إلى خزينة الخزينة المركزية لا هي إلى ميزانية الخاصة تصرف إذا أكو محافظات تصرف على ميزانية الخاصة إذا أكو فائض إدزال الخزينة المركزية وإذا أكو عجز تستقبل من الخزينة المركزية هي فرقة أرقام تتداول ليس أنت يعني مو إحنا في دكان صغير سلمني وسلمك أرقام كل الاقتصاد العالمي يسير بهذا الشكل فلماذا هذا الإصرار بأنه أنت تسلم وأيضا تسليم النفط أنا كتوضيح حكومة إقليم كردستان لم تقم بتصدير النفط بشكل أحادي جانب إلا بعد أن وصلت إلى قناعة بأن هذه العلاقة فاشلة مع الحكومات المتعاقبة في العراق في 2014 عندما قطعت حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية في حكومة السيد المالكي اضطرت الإقليم للنفقات الإدارية ونفقات التشغيلية للإقليم والمشاريع وجزء من رواتب الموظفين بتصدير النفط بشكل أحادي جانب واستقدام الشركات النفطية للاستثمار في إقليم كردستان لخروج من هذا المازق ولا هذا كان متعمد كي تسقط إقليم كردستان بشكل لا تستطيع ومنها حرب داعش فلهذا يعني كل هذه الأمور قامت بإقليم كردستان استطاعت أن تقف على قدميها كي تخرج من هذا المازق وفعلا واليوم إقليم كردستان حكومة إقليم كردستان مديونة 15 مليار دولار إلى موظفية كالدخار الإجباري أيضا فلهذا وأربع خمس موازنات هي في ذمة الحكومة الاتحادية لم تسلمها منذ 2014 إلى 2019 طيب يمكن شوية الكرد يختلفون عن البقية بحكم أكو اختلاف في مسألة القومية يعني البقية يتحملوها يقول لك هذه حكومة من عدنة ونفس القومية ونفس التقارب الديني والمذهبي اليوم الكرد هم يعني أنت كيف تصنفهم مثل هذا الوضع في البلد يعني هم الآن مثل ما أنت تفضل قلت أحنا دعنا ننظر للطرف الآخر بتشكيل حكومة علاوي إذا ما أصروا على الحصص المتفق عليها والمتعارف عليها في الحكومات السابقة إحنا رح نبقى ونقولهم نريد حصتنا إذا فعلا شفناهم تخلى وفعلا مو بس بالإعلام مثل ما صارت ويا حكومة عبد المهدي ديش ساحنة نتخلى اليوم أنت تشوف الكرد هم الآن يعني يعدهم قوة لفرض الرأي على تكليف علاوي بتشكيل الحكومة لو حلقتهم تكون مختلفة على غرار القرار السابق من إخراج القوات الأمريكية من العراق اللي وقعوا عليه وقالوا لك يبشي رح نشوف نفس هذه الحالة يعني في حال خلي نقولها الشكل إذا زعلوا الكرد وما قبلوا على هذه الحكومة يجي الطرف الآخر اللي وقع على إخراج القوات الأمريكية يمرر الحكومة ما موقف الكرد من هذه اللحظة أستاذ ناصر يعني نحن حاليا الأزمة في شكلها الظاهري هي أزمة خدمات مواطنين ومطالب محقة للمواطنين لا تستطيع أن تحل أزمة صغيرة وأن تختلق أزمة كبيرة مهنة بعروف يعني أدري أنا أقول لك أزمات متراكبة إذا نحاول معالجة هذه الأزمة لجزء من مواطنين العراق وهذا واضح ولا حد يستطيع قفز فوق الحقائق وإظهار الصورة بغير حقيقتها من خلال تهميش المكونات الأخرى والمشاركة الحقيقية يعني نسف العملية السياسية أنت تذهب البلد إلى مجهول أنا بصراحة أقول لك هناك أيضا مطالب حاليا في الشارع السني بإقامة تقليم سني لأنه لماذا وصلوا الأخوة السنة إلى هذا الموقف لأنه أيضا شعروا بأن هناك تهميش هناك ليس شراكة حقيقية فهذا التهميش والشراكة المزيفة لا تخدم المواطن فلهذا يعني أن يدفعوا إلى البلد إلى التقسيم في سبيل معالجة وتشكيل حكومة وتمرير حكومة إذا فعلوا ذلك فسوف يكتبون يعني شهادة وفاة العراق الموحد بأيديهم يعني رح يتقسم العراق يعني هذا ما تدفع أن تتهمش يعني هذا الواقع أنا أقول لك في القرارات المصيرية يعني تلوح السنة في فترة ما بإقامة إقليم سني في المنطقة الغربية أنتو ككرد مأيدين هذه الفكرة ما راح يعتبر منافس لكم في المنطقة إذا فشلوا في إدارة هم فشلوا في إدارة الدولة وأيضا فشلوا في علاقاتهم مع المكونات وشركاءهم في الوطن فلهذا هم من يتحملون سبب وصول العراق إلى ما وصل إليه فلهذا الطبق السياسي الحاكم حاليا يجب أن تعي قطورة الموقف وأن لا تذهب بهذا الاتجاه الخطر لأنه هذا الاتجاه لا يمر مرور الكرام يعني اتجه البلد نحو المجهول بالحقيقة لأنه نحن غير مستعدين بتضحية بهذه المنجزات التي حصلنا عليها وبنيناها بدماء وعرق شهداء الكرد وجهودهم أن نجعلها ضحية لمغامرات طبق السياسية لا تعرف مصلحة البلد طيب يعني في هذه الحالة إحنا أهمناها سنرجع خليني أسألك باختصار لأن خاف احتمال الوقت ما أعرف إذا باقي عندي كثير الكرد قالوا إحنا رح نوافق على هذه الحكومة حتى نحصل على ضمانات ما هي ضمانات التي يفكر بها الكرد في المرحلة الحالية هي ضمانات دستورية هي ضمانات دستورية الكرد أربع مطالب كثيرة والمطالب الرئيسية الأربعة هي مواد دستورية لم تنبق النقطة الأولى ويجب أن تطبق كي نخلص يعني من هذا الموضوع ومن هذه المشكلة وأنا أقول للأخوة بأنه أربيل هو عمق استراتيجي لبغداد وعلى الأكس صحيح بغداد أيضا عمق استراتيجي لأربيل إذا كانت العلاقة علاقة صحيحة ومبنية على أسس صحيحة فكلما أسرعنا في معالجة هذا الموضوع هو يعود بالخير على العراق بشكل عام وعلى المواطن في الجانبين يجب أن على الأخوة بالطبق السياسي أن يعود ذلك وأن يحاولوا معالجة أنا أنت أعرف مني وأنت أعلامي ومطلع أناس بالبرلمان يمثلون الشعب ويمثلون كتلة معينة يتباهون يتبجحون أمام وسائل الإعلام نحن كنا السبب في تعطيل المادة 140 وأنت ممكن تعرف أنا لا أريد أن ترسم هذا ما يعتبر مخالفة هي مخالفة صريحة لكن هم يفتخرون بها وحاولوا يحصلون على أصوات الشارع من خلال هذه التصريحات ويدفعون البلد إلى مجهول هذا غير مهم عندهم مهم الشخص يصل إلى البرلمان ويحصل أصوات الشارع وهذا موجود يعني أنا ما تجنة على أحد وفي برامج أخرى أيضا تكلمت به فلهذا هذه العقلية لا تستطيع بناء بلد هذه العقلية يجب أن تختفي أي عقلية ممكن أن نخرج من الأزمة العقلية التي نحن بحاجة إليها اليوم أن ينظر إلى العراقيين جميعا بجميع مكوناتهم هم أصحاب الشأن وهم شركاء حقيقيون في البلد العراق لم يعود فيه مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية لا يقبلون يعني المكونات الأخرى لا تقبل بأن يكون يكونون من الدرجة الثانية العراق هو جميعنا عراقيون وجميعنا مواطنيون درجة أولى وشركاء في الوطن ويجب أن نكون شركاء في القرار السياسي في القرار الاقتصادي في القرار السيادي وقرار الأمني عندما لا تكون شريكا حقيقيا كيف تتحمل التبعات هذا القرار شنو بقية المطار اللبات الكردية المادة 140 هي مادة دستورية حصة الأقليم من الموازنة الاتحادية هي أيضا مادة دستورية يعني يجب أن تقر بشكل عادل وليس محاولة التفاف على بنود هذه المادة يعني هناك يرتبط مسألة حصة الأقليم بالإحصاء والإحصاء من إجراء إحصاء سكاني والإحصاء من مهمة الحكومة الاتحادية هي لم تجر الإحصاء فلماذا نحن نتحمل هذه المسؤولية ويستقطع جزء كبير من حصة الأقليم من الموازنة لأنه لم يجرح إحصاء ورقم تخميني يوضع بينه الكرد أربعة مليون وستة مليون خلص هذا وعطهم على هذا هذا شيء غير منصف وغير عادل فلهذا هذه مادتي أيضا مسألة النفط والغاز هذا الملف يجب أن يعالج هذا الملف يعالج حكومة تقليم كردستان كما أسلفت يتخذت هذا القرار مضطرة خلال الفترة القطيعة بين الحكومة الاتحادية حاليا تستغل بهذا القرار؟ حاليا فصارت عليها التزامات مع الشركات النفطية إذا حكومة الاتحادية تتحمل مسؤوليتها فلتأتي وتدخل في اتفاقات جديدة مع الشركات النفطية وتصبح حكومة تقليم كردستان خارج الموضوع ويسون كل هذه الديون التي هي موجودة ومعلومة كيف صرفت وعما أن حسب الاتفاق الجرى 250 ألف برميل يوميا تسلم من أقليم كردستان وارد أرقامها تستقطع من حصة الإقليم من الموازنة يعني هذا ليس مشكلة كبيرة والنقطة الأخرى هو إدراج قوات البيشمرقة ضمن منظومة الدفاع العراقية أنت تقول قوات البيشمرقة لا تأتمر بعوامل قاعدة الحامل القوات المنحل قوات أنت لا تتسلحها ولا تطيع رواتبها ثم سمحوا بالتسليح؟ يعني دخول القوات الألمانية الكندية مساعدة البيشمرقة هي أيضا موافقات من حقوق الاتحادية وموافقات لكن كل علاقة هناك حقوق وواجبات يجب على الحكومة الاتحادية والقوات المسلحة العراقية أن تقوم بواجباتها اتجاه قوات البيشمرقة ومن ثم يأتي الرد من قوات البيشمرقة الالتزام بأوامر القائد العام للقوات المسلحة خمسة كاركوك شو نصع عليها؟ هي كاركوك عراق مصغر كاركوك حالة خاصة كاركوك خمسة من عندي طبعا نعم كاركوك يجب هي كاركوك ضمن المادة 140 يعني مو خمسة هو أي ضمن هي وهي مركز المادة 140 هي كاركوك كاركوك قضية مختلفة كاركوك قضية كاركوك نحن في قليل كردستان لدينا نظرة خاصة جدا اتجاه كاركوك وقلب كردستان وقلب العراق أيضا بالفعل فإذا أهل كاركوك والجهات السياسية الأخرى يشعرون بما ننظر إليه اتجاه كاركوك والله يؤيدون مئة بالمئة نحن نرى بأنه كاركوك هو بلد التعايش مدينة التعايش مدينة التعايش بين كل جميع المكونات بما العرب والكرد والتركمان والكلدو آشور الجميع يجب أن يتمتعوا بحقوقهم وكاركوك حالة خاصة يعني فخامة الرئيس مسعود البرزاني كانت لديه خطط ونظرة يعني مستقبلية تجاه كاركوك مع الأسف الشديد أحبطوا كل هذه الأفكار وإلا كانت كاركوك تكون نموذجا نموذجا ليس فقط في العراق وإنما في الشرق الأوسط من خلال التعايش السلمي والإزدهار ولكن مع الأسف الشديد الآخرين يتحملون جزء الأكبر مما وصل إليه كاركوك ولا نمتلك إلا أن نعود إلى طاولة الحوار لجميع حل جميع المشاكل طيب تم تداول في الفترة الأخيرة موضوع زيارة محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة إلى أربيل من حد الآن ما وصل هو الرجل بس أكو حاجة أنه يريد يوصل برأيكم بماذا سيرجع اللاوي بعد لقائه مثلا بالسيد مارزاني هو من المفترض مدة التكليف لم يبقى عليه كثيرا من المفترض أن يزور كردسان أن أيام تنتهي كي يستشف ويستطلع الرأي الكردي عن قريب وليس من خلال وسائل الإعلام ومن خلال الاجتهادات الخاصة مع الأسف الشديد لبعض الأخوة وهذا رح يقطع الحديث نعم 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 يجب أن يقطع الشك باليقين وأن يزور كردستان ويستشف ويأخذ الموقف الرسمي من رئاسة الأقليم وحكومة الأقليم الكردستان وفقامة الرئيس مسعود البرزاني في أقرب وقت ممكن نحن ليس لدينا شروط تعجزية ولكن كما أسلفت يجب أن يبدأ من حيث وصل إليه السيد عادل عبد المهدي وهو أيضا كرجل لديه قناعات واضحة يعني هذه حقيقة وأن يتخلى عن جزء من فريقه الحالي الذي هم من يحاولوا تسريب هذه المعلومات عن الكرد هي معلومات غير حقيقية وأيضا يعني أنا باعتراف كانت يوم أمس عندي مقابلة مع نائب بالكتلة الشيئية قال الفريق السيد محمد توفق الحلاوي بدأ ببيع المناصب منذ هذه اللحظة فلهذا يجب أن يكون حذرا يعني الرجل الرجل أمام مهمة أنا سميتها أعتقد أن أمام محمد الكناني أعتقد نفس الفكرة ناولها يعني الرجل أمام مهمة أنا سميتها مع الأسف الشديد انتحارية وأنا تمنياتي له بالنجاح ولكن أشك أشك أن يستطيع أن يقوم بهذه المهمة صعبة مرحلة مهمة جدا عسي مرحلة صعبة من داحية تشكيل الحكومة أنا صعبة بإدارة المرحلة لا هو من داحية تشكيل الحكومة لأنه ليس هناك إرادات حقيقية أنا أقول لك حتى في داخل البيت الشيعي ليس هناك هم لم يقدموا السيد محمد توفيق العلاوي إلا مجبرين والمتتبع للأحداث يعرف يعني قدموا أسماء هي مرفوضة من قبل الشارع الشيعي قبل كل شي ورفضت من قبل رئيس الجمهورية ومرسى الضغوط على رئيس الجمهورية ومن ثم جاءوا بالسيد محمد توفيق العلاوي يعني كمخرج من هذا المأزق وغير مختنعين مثل ما جاءوا بالسيد عادل عبد المهدي للخروج من مأزق حين ذاك وهم لم يكن مقتنعين بتكليف السيد عبد المهدي طيب سؤال أخير البارحة اجتمعوا متظاهرين وقدموا أربع أسماء قالوا رح نقدمها للحكومة حتى يصير من عندهم تشكيل اللي هو عبدالوهاب الساعدي الفريق والركن الفريق والركن عبدالغني الأسدي الدكتور علاء الركابي من الناصرية وبعد شخصية راحت عن بالي من البصرة إذا تحضرها ما عرف يعني هذه الأسماء هم رح نرجع نشوف صراع في المرحلة الجاية لو رح يكون تراضي يمكن يتقلدون مناصب بالوزارات المقبلة ويكون أكو استرضاء يقولون أنه علاوي يحاول أن يأتي بأسماء من المحتجين أو من المتظاهرين حتى يمتص غضبهم ويعطيهم نوع من الثقة هذه برأيك شنو تعقبك عليها حتى أختم نحن يجب يعني السيد محمد توفيق العلاوي إذا يريد وجاد بتشكيل الحكومة يجب أن يأخذ رأيي الشارع والمتظاهرين والحراك المدني أكثر منها الطفقة السياسية لأن الشارع اليوم أصبح معادلة صعبة يعني هذه المعادلة لم تكن في زمن تشكيل حكومة السيد عادل عبد المهدي الشارع اليوم هو كل هذه الاستقالات الحكومة وقرارات البرلمان وقانون الانتخابات وانتخابات مبكرة كل مطالب الشارع هذه فأنت تأتي ودون أن ترضي الشارع يعني كتبت الفشل على حكومتك منذ اليوم الأول فلهذا يجب أن يأخذ برأي الشارع وأن يرضي الشارع لأنه اليوم معادلة الشارع وهو أقوى من معادلة الطبقة السياسية هذا كلام حقيقي وأنا قلت في برامج أخرى أيضا فيجب عليه أن يرضي الشارع أولا ومن ثم لا يرضخ كثيرا للضغوط السياسية لأن هذه الصبقة السياسية بصراحة هي حاليا في حالة إفلاس والمفلس لا يستطيع أن يمارس الضغط عليك أكثر من هذا لكن هي تحاول التشبث بكل حشيش لينقاذ نفسه من هذا الغرق الذي أمهم رموا نفسهم في هذا المستنقع فلهذا أنا أتوقع ويجب إذا أراد أن ينجح في هذه المهمة العسيرة وعلى الله يكون في عونه إن شاء الله يأخذ برأي الشارع والمرشعين الذين يقدمون من الشارع أيضا يجب أن يسلط عليهم الضوء يعني هذا ألا اسماء كلهم محترمين وكلهم ممكن يكون لهم دور في مستقبل حكومة المقبلة ولكن أيضا ممكن الشارع من خلال التشارع أيضا مشهد الضبابي اليوم يمررون أسماء من قبل جهات سياسية ويمروها للشارع والشارع يمرر رأي وحتى أسم كان علاوي أيضا أي نعم علاوهم من الاختلاف بالأكد نعم فلهذا يجب أن يكون حذرا وأن يأخذ رأي الشارع أو قبل الكتل السياسية ومن ثم يحاول أن يخلق توازن بين المكونات وبين مطالب الشارع وبين الاستحقاقات أيضا السيد علي الفيلي عضو الحزب الديمقراطي الكردساني كنت طيفي شكرا جزيلا لك شكرا لك الله يدك العافية على هذه الصراحة والجرأ أيضا في الحديث شكرا جزيلا لك شكرا لكم الله يفضك مشاهدين إلى هنا وصلنا ويكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع انتظرونا في الحلقات المقبلة بإذن الله من برنامج بانوراما تقبل تحياتي وكادر العمل في أمان الله شكرا لك شكرا لك شكرا لكم